في ادبيات الصراع الدولي على سوريا لا توجد محرمات وحدود عندما تصطدم مصالح الدول المتصارعة مع بعضها روسيا وامريكا تمثلان اكبر قطبين يتحكمان بالملف السوري عبر اجندات كل منهما وادواتهما العسكرية روسيا عبر ميليشيات نظام الاسد وامريكا عبر ميليشيات قسد الطريق الدولي ام اربعة الممتد من الحدود العراقية السورية مرورا بمنطقة الجزيرة وحلب وادلب وصولا الى الساحل السوري احد اهم نقاط تنافس القوى الاجنبية في سوريا ويعد هذا الطريق شريانا حيويا للتجارة الاقليمية ولضمان عدم الانهيار الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام الاسد يتم عبر هذا الطريق شحن النفط الخام من منطقة الجزيرة السورية كما يتم نقل القمح والقطن من مناطقها الزراعية الخصبة بالنسبة لروسيا تأمين طريق ام اربعة يعني توطيد نفوذها عبر اعادة احياء الاقتصاد والتمهيد لمسار اعادة الاعمار والتبادل التجاري مع دول الجوار وتضمنت خطط موسكو حتى الان مزيجا من المفاوضات والوساطة مع الاطراف المعنية عبر تقديم اعادة فتح ام اربعة على انه صيغة تناسب الجميع لكن في الوقت نفسه انخرطت بمواجهات عسكرية كبيرة وقصف مكثف للمدنيين لاعادة فتح هذا الطريق السريع طريق ام اربعة حيوي ايضا للمناطق الخاضعة للنفوذ الامريكي شرقي الفورات وبالتالي استقرار هذا الطريق مصلحة امريكية ويوفر بيئة مستقرة لحقول النفط في منطقة الجزيرة وما بين المصلحة الروسية والامريكية في السيطرة على طريق ام اربعة لا يمكن تجاوز الدور التركي المعني الاول بالمنطقة المنتدة شماله بطول اكثر من تسعمائة كيلومتر حيث يعتبر حصنها الاول لامنها القومي من تمدد الميليشيات ولسيما الكردية اضافة الى ان اي صراع جديد فيه ستتحمل تركيا اعباءه من حيث نزوح المدنيين وتفاقم الازمة الانسانية لذلك تسعى انقرة بالوسائل الدبلوماسية والعسكرية لاثبات قدمها في تلك المنطقة ولو كان هذا الامر يتقاطع مع المطامع الروسية والامريكية اشتركوا في القناة